السلام عليكم دعوني لمشاهد لكم أسباب تسخين الأجهزة طبعا حتى الأجهزة جديدة أو معالجتها كبيرة وليش تسخن طبعا كلنا نعرف أي لعبة تكون متصلة بالنت اللعبة تكون إرسال واستقبال بيانات يعني ترسل وتستقبال من الشبكة وكلما زادت إرسال واستقبال البيانات كلما سبب ذلك ضغط على الجهاز وبعد ذلك الجهاز تسخن وخاصة إذا كانت اللعبة جودتها عالية مثلا إذا كانت البوب جي فريماتها أكبر كلما زادت ضغط كلما زادت إرسال واستقبال البيانات وكلنا نعرف أنه الفريمات لما تكون التسعين وأكثر زي كذا ما تندعم إلا لما تكون في عندنا شبكة قوية زي الفايف جي والفايف جي لما تكون سريعة تكون إرسال واستقبال أكثر بيانات يعني أنت بتستقبل وترسل أكثر بيانات طب إيش فائدة المعالج المعالج أنه ما يبرد الشسم والجهاز الجهاز يبرده جودة التصنيع إذا كان جودة التصنيع فيه والأدوات التي فيه تبرده هو تبرده أما المعالج وظيفته هي التنطيم إرسال واستقبال البيانات بسرعة أكثر وهذا طبعا غير أنه ينطبق على الجهاز ينطبق حتى على شبكة الوايفاي لما يكون عليها بغط استقبال وإرسال أكثر تسخن حتى أنه المعالج حقها جديد طبعا هذا هو السبب الأول استقبال وإرسال البيانات الأسباب الثاني كثير الأسباب الثاني منها أنه يكون عندنا تطبيقات كثيرة في الجهاز والجهاز كلما كثر كلما زار التطبيق كلما جاء حجم صرف البطارية منه أكثر وكلما تصرف البطارية أكثر الجهاز يسخن أكثر وسبب أيضا الكثير يجهله أنه نشبك الجهاز وقت اللعب يعني الجهاز يكون مشغول بإرسال استقبال البيانات وغير كذا نشبك له شاحن وغير كذا لما تشبك الشاحن وترسل وتستقبل البيانات يكون ضغط على الجهاز كثير وغير كذا يكون نفس الجهاز فاتح شبكة الجهاز الثاني يعني بيكون ضغط عليه أكثر من الذي هو مطلوب منه يعني يكون عندك إرسال استقبال البيانات لنفس الجهاز ويرساله استقبال بيانات لجهاز ثاني وغير كذا شحن الجهاز وغير كذا يعني معالجة البيانات الذين موجودة الذين تجي وتروح يعني هذا يسبب ضغط كبير على الجهاز ويؤدي إلى تسخينه ومن الخطوات المهمة التي تؤدي إلى تخفيف حرارة الجهاز أننا أول وقبل كل حاجة نتجنب بأننا نستخدم الشاحن أثناء اللعب هذه هي الخطة الأولى الخطوة الثانية لما نكون عندنا ضغط على الجهاز استقبال ويرسال بيانات نحاول أننا لا نفتح شبكة لشخص ثاني وغير كذا إذا كانت إمكانية الجهاز قليلة برضو يتسخن لازم نقلل جودة اللعبة يعني إذا كانت الفريمات فيها 90 نقللها ل60 وزي كذا بعض اللاعبين الذين هم لاعبين في الجوالات العادية يحاولون أنهم يقللوا اليوتوبر الكبار الذين هم لا يلعبوا بالجوالات نادرا ما تحصلوا يمسك الجوال بس اللعب والكل حاجة والتسجيل يكون عبر أجهزة كبيرة الذي هي أجهزة البيسي أجهزة البيسي يكون إمكانياتها عالية جدا مقارنة بالجوال وغير كذا تكون مجهزة بمراوح وتكون مجهزة بمعالج كبير وشاشة كبيرة ورسومات أكثر وفريمات أكثر يعني ما تقارن نفسك لما تلعب في الجوال غير لما تلعب في البيسي البيسي طبعا حتى البيسي يكون في بيسي الذي هو تبع الجيمينغ الذي هو مواصفاته عالية يكون أغلى من البيسي العالي الذي هو إمكانياته أقل غير كذا من الخطوات المهمة أن نحن نقوم بتخفيف الإضاءة خاصة أن الإضاءة ما تكون قوية ونكون مركزين في اللعبة زيادة هذا غير أنه يضر الجهاز يضر النظر وغير كذا إذا كانت عندنا الشبكة 5G وعندنا تغطية الفورجي تمام نحاول أن ننزلها من الفورجي للفورجي علشان يقلل من صرفية البطارية ومن تسخين الجهاز ترجمة نانسي قنقر